اهلا وسهلا بيكم مرة تانية وحب ارحب بديفي النهاردة دكتور حسام ديودار لايف كوتش وبتخصص العلاقات الانسانية الحياتية اهلا وسهلا دكتور حسام اهلا بيك دكتور ايمان طبعا بهنيك على البرنامج دوت وبهنيك على الاسم غير الناس لان لازم تبقى غير الناس كل واحد فينا شخصية مختلفة وكل واحد فينا طاقته غير الطاقة بتاعة اي حد تاني فالاسم الصراحة شدني جدا وانا سعيد جدا ان انا معاك النهاردة وسعيد جدا ان انا في الصحة والجمال لان زي ما كنت بقولك كتاول قناة طرعت فيها في يوم الايام كتاة الصحة والجمال وسعيد ان انا رجعت لها تاني كضيفة اهلا وسهلا بحضرتك منور الدنيا ومنور القناة ومنور البرنامج وفرصة ان احنا وحركة موجود معنا هنا نستفيد بخبرات حضرتك لانك انت كل يوم مع الناس وكل يوم بتساعد الناس انها تبقى غير الناس وكل يوم بشوف ناس غير الناس كل يوم بشوف ناس غير الناس طيب دكتور حسام يحضرنا كلام عن التوجه الذهني الإيجابي وإزاي الناس ممكن يكون طريقة تفكيرها واتجاه في طريقة التفكير تكون سر ساعدتها وإزاي ممكن طريقة التفكير دي تكون سر تعاسة البناء آدم هل من الحالات الحراكة بتعمل لها كوتشنج وتوجيهها وبتساعدها أنها تعيش حياة أفضل قابلنا قصص مشابهة الحياة مليانة قصص يا أيمان مشابهة الماين سيت ده أهم حاجة وإنك تعمل لنفسك إنك تحول تفكيرك لتفكير إيجابي مش عايزة أقول سهلة هي سهلة مش سهلة بس ممكن تعملها وسهل إنك تعملها عشان توصل لمرحلة إنك تبقى بوزتف سينكر وتفضل تفكر إيجابي 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 دي حاجة كويسة جدا لأن إنت كده كده لو درسنا من ناحية طبية هو المخ فيه كيميكالس كيمويات شغالة بمجرد ما تفكر تفكير إيجابي فيه كيميويات بتقل وكيميويات بتزيد بتزيد معك كيميويات السعادة وكيميويات النشوة مع التفكير الإيجابي وده بيخليك تتحول لإإنسان تاني خالص السريتونين والدمامين بيزيدوا مع البوزتف سينكر ويقل الأذر ترانسيميترز بقى اللي هي بتعمل سابريشن للهابينس دي بتقلل بتقلل الجزء اللي هو بيعملك السابريشن وبتزود السعادة يعني إنت لما تقول ما أنت بوزتف سينكر هتبقى حاسس إنك هابي هتحاسس إنك بالسعادة وحتقدر تبدي بقى تبدي 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 هي دي اللي احنا عايزين إيه الأدوات اللي احنا ممكن نستخدمها في تحدي لأن مثلا لما الواحد بيكون بيمر بأزمة أو تحدي فقد وظيفته فقد حد عزيز عليه عنده تحدي كبير عنده مشاكل مادية عنده مشاكل معنوية عنده خسارة بحاجة راح تمينه ترقية راح تمينه وظيفة راح تمينه مبلغ يعني الأمور دي إيه الأدوات اللي ممكن الشخص يعتمد عليها عشان يقدر في عز الأزمة دي ما يفكرش زيزة حليل أدوات بسيطة قوي قوي يا ريت تشاركها معنا دكتور يا ريت حاجة بسيطة قوي الرضا والقبول الرضا والقبول إيه الفرق بين الرضا والقبول الرضا إنك تقول الحمد لله يا رب على لنا فيه إنت عندك مهما تفقد حاجات هيكون عندك حاجات موجودة تشكر عليها ربنا كفاء إنك بصحة كفاء إنك بتقوم الصبح بتقدر تشرب كوباية شاي حتى ببيتك وتقدر تنزل تدور على شكل دي كفاءة الحمد لله يا رب إن أنا بصحتي وأقدر أنزل ولو مريض الحمد لله إن أنا مريض ومرة دي قادر أععد قادر أخش الحمام لوحدي وهكذا كل واحد ليه حتة تقول الحمد لله الجراتيتيود دوت والرضا من الحاجات اللي هي فعلا بتخليك الصبح وإنت قايم تبقى بصت في سنكين يا عم كفاءة إنك نمت في ناس ما بتجلهاش نوم طول الليل من التفكير طبعا من التفكير بينام بدور صح أنت كفاءة إنك نمت وصحيت صحي صحي تبدأ يومك ده دي نعمل عند ربنا إنك صحي تبدأ يومك طول الوقت أنت عندك ناس لما تبصوا لهم تعرف أن أنت ربنا فضلك بحاجة وإدالك حاجة مش موجودة عند ناس تانية ده قبول بقى ده القبول ده القبول ولا ده الرضا الرضا إنك إنك بني آدم ما لكش علاقة بالناس الرضا بالحاجة اللي عندك القبول بقى أنك تقبل نفسك كنفسك تقبل الحاجة اللي موجودة معاك ما تبصش لحاجة غيرك فاهمني؟ يعني أنا مثلا وحد من الناس معايا ندارة بلبس ندارة مبصش على واحد تاني مش لابس ندارة مش بحاج ندارة واقول أنا الندارة دي مضايقاني ارضى الرضا الرضا بقى والقبول قبول شكلك بالندارة قبول شكلك بتفكيرك قبول شكلك بمقدرتك هتعمل ايه بعد كده ده القبول انك تقبل نفسك كما انت تأكسبت وترضى تقول الحمد لله وابدأ انزل طب دوك تقول محتاجينك تشارك معنا حاجة حقيقية كيس حقيقية حصلت وحركة ليك دور فيها انك تساعدها تتغير وتعيش حياة افضل هو عشان دي اسرار ناس بدون اسماء بدون اسماء انا هتكلم عن نفس انا يعني حاجة من الحاجات اللي هي الحمد لله الحمد لله بشكر ربنا عليها انا كان في وقت من الاوقات قلت يعني انا كنت شغال طبيب وسبت الطب واشتغلت في شركات ادوية وتنقلت فيها لغاية ما وصلت نورس افريكا وغيرت الكرير ده دكتور غيرت الكرير وروحت الكرير تاني خالص بقى غريبة جدا عملت شكل تصدير اه دي حركة جريئة جدا دي حركة جريئة بس انا في الوقت ده وكنت شلسة وصلت المرحة الوعي اللي انا فيها دلوقتي فاخدت قرارات وقرارات دي اللي اخدتها وعملتها في حياتي كانت صعبة جدا وللأسف فشلت فشل زريع على عشان كده وانا بتفرج على الفيلم اللي انت كنت بتعرضه وقرارات جب لك بعض الزكريات واحد تاني مثلا وانا يعني مش مش قوي يعني ان انا اعود ومش اعود قلت الحمد لله ان انا بصحتي والحمد لله ان انا فيها مبقر والحمد لله ان معايا فلوس اقدر اعمل بيها حاجة تانية رحت اخدت الكورسات الماستر بتاع اللايف كوتشين وبدأت اشتغل وانا باخد الكورسات بتاع الماستر لقيت حاجات تانية اونلاين بيتأت اخدها اونلاين وبدأت اعمل لنفسي شفت انكارير حاجة تانية خالص بقى ده خطوة قوية جدا مش هاي حد ياخدها اني طبعا مجرد ما الانسان بيستثمر وقت ومجهود وخبرة بيصعب عليه يصعب عليه يقولك مثلا انا مش هسيب المكان ده او مش هسيب العمر اللي انا قضيته الاستثمار ده عشان اروح مكان تاني ومنطقة تانية معرفش فيها ايه الانسان عدو ما يجهل وبالتالي نقلة الكارير ده محتاج جرأة محتاج دافع الدافع اللي كان عنده دكتور حسام ايه اني انا بقى اوتو في زي بوكس اوتو في زي بوكس طول ما احنا بقى الصندوق انت بتسمع الكلمة دي كتير اكيد وانت بتقولها للناس خليك برا الصندوق فكر برا الصندوق طول ما انت في الصندوق نفسه في ايه فيه comfort zone بتاعك فيه منطقة الراحة منطقة الراحة بتاعتك طول ما انت جوا الصندوق وقعد في منطقة الراحة عمرك ما هتتقدم عمرك ما هتتقدم لان انت فيه حاجات كتير موقفاك فيه حاجات جواك لازم تعمل بقى mind setting وتبدأ تغير تفكيرك عشان تطلع من الصندوق تبدأ تتعلم وتبدأ تخش في حاجة تانية تطلع من منطقة الفير zone اللي هي منطقة الخوف اللي حوالين الصندوق دي انا لو طلعت من هنا زي ما انت قلت كده ده انا طول عمري في الالوية طول عمري شغال في شغلنا دي ايه اروح شغلنا تانية طب ما تشوف ايه الاخبار بس لازم يبقى عندك دافع الدافع ان هو تغير من نفسك لازم تبقى غير الناس لازم تبقى غير الناس لازم تبقى غير الناس ولو قلنا بقى الناس كلها بتعمل ايه والخوف طبعا الموجود الناس كلها بتتولد بنوعين بس من الخوف الخوف من الضوضاء والخوف من الاماكن العالية والجود نيوز هنا والخبر الجايد هنا ان اي خوف تاني غير النوعين دول من الخوف هو خوف مكتسب فالانسان يقدر زي ما اكتسبه يقدر يتخلص منه هل في نصايح معينة دكتور حسام يقدر يدهلنا ازاي نقدر نتخلص من الخوف خوف على الرزق الخوف من بكرة الخوف على المستقبل الولاد الخوف على الشغل خوف على الدخل الخوف على الانجاز الخوف على العيلة الخوف على الصحاب الخوف اللي موجود حوالينا من كل حتة القلق والخوف ده هو بيعطلنا وبيمنع عننا خير كتير وبيخلينا قاعدين أكتر في منطقة الروحة ايه النصائح دكتور حسامي عشان نقدر نتخلص من الخوف ده زي ما اكتسبناه نطلع منه ونسيبه النصائح الورق والأنم انت قلت كام خوف قلت حوالي عشر خوف يعني أنا عمد أكتر اقعد حلل مع نفسك كده انا خايف من الرزق الرزق بيدك الرزق مش بيدك الرزق بيدك ربنا سبحان الله طبعا ربنا قالك اسعى يا عبد يعني فيما قولها بتقول اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك تمام مدعودش مستني وأنا باخد أنا بشتغل وباخد مرتبي وزي الفل ومش راضي عن مرتبه يعني عارف ويقولك أنا بشتغل شغل زي الحمار وباخد مرتب قد كده صح طب ما انت راضي وقاعد صح لو سبته انت بالشجرة امشي بالزبط لو سبته صح لو سبته شعرفتني ان انا حجيلي داخل طب ما اللي رزقك حيرزقها طبعا نه حصل معنا موقف زمان في اول شركة اشتغلت فيها وكنا في رمضان وفي يوم راحين مكتب الصبح كده لقينا المكتب كله موجود عدد الناس الموجودين في المكتب وحنا كنا حوالي 50 شخص الناس كلها موجودة وفي حالة من الزعل والحزن موجودة اتاري في اليوم ده الشركة كانت قررت انها تعمل وتقفض العمالة اللي موجودة كنا زعلانين جدا لان الناس اللي احنا بنكون معهم عيشهم ملحهم عشرين هم وصحبنا واصدقائنا كانوا كلهم ماشيين من الشغل واحنا كنا قاعدين فزعلنا على الناس اللي مشيت ولكن بعد فترة معينة ايام قليلة لما تبص بقى على نوعية الاحداث اللي حصلت للناس اللي موجودة في ناس قاعدت في الشركة وبعدين الشركة مشيتهم ورفضتهم عشان اداء مش كويس وفي ناس لما مشيت من الشركة اشتغلوا في وظايف تانية بضعف وثلاث اضعاف المرتب فبقينا زعلانين فعلا بس مزعلين عليهم ومش زعلانين نقنا في ظلنا عليهم معهم ربنا بيرزق بالسبب ومن غير سبب وبعكس السبب يمكن ده اللي احنا قاعدنا نتكلم فيه في بداية موضوع الكورونا سبحان الله ان الموضوع في عز الازمة وفي عز المشكلة ولكن في ناس حصل لها حالة من الرواج والرزق وكسبت فلوس وحصل لها انت عاشا وفي ناس برضو بنفس السبب ده خسرت حاجات كتيرة فالموضوع هنا انك انت ازاي هتقدر تشوف الصورة اللي تخليك تقدر تكمل وتقدر تدي وتقدر تنجح في وسط الظروف دي ويكون عندك ازا ما حالك قلت كده وتفضلت ان يكون عندك يقيم في الله ان ده رزق وفي ايد ربنا مش في ايد حد تاني يمكن انا كنت يعني انت سبقتيني في الحتة بتاعة الزمالك اللي مشه دي لان كنت حسألك تقول الاخبار اللي مشي ايه هتلاقي في ناس منهم زي الفوند واخدين بوزيشنز عالية جدا وعربيات اعلى لو فاضلوا قاعدين في الشركة ما كانوش حفادونها حقيقي حقيقي عشان كده وهو ما فكرش بس هو لما طلع دور وسع عشان يلاقي حاجة تانية ما عادش ببيته وقاعد يندب خصه هو ده غير الناس يعني فيه بينهم حتلاقيه رجع بقى يعمل اللي كان بيعمله ما تقدمش ولا خطوة وفيه ناس اتحركت وناس طلعت زي في الفيديو اللي كنتمشغاله دوت الراجل داخل وحتى قلتها انت قلتها لو دخل يعتذر عن منظره ويعتذر ما كانوش قبلوه هو فكر برا صندوق انا اخشل الناس دي ايه حتى وهي يعني وهي السكرتيرا بتناديه قاعد شوية مع نفسه كده فهو بيجاهز السيناريو اللي حيخش بيه هو ده غير الناس بالزبط تبقى جاهز لللي بعد كده ما تستناش لما تحصل لك العقبة او تحصل لك اللي في حياتك عشان تقابله انت اكسبكت كل حاجة زي ما بتكسبكت انك تكسب اكسبكت انك بتخسر صح ماينفعش تعتقد ان انت داخل في المشروع دوت وقاعد تحسب حساباتك هتكسب قد ايه لأ طب ولو خسرت حقسر قد ايه ولو الخسارة ديت هعمل ايه عشان اقللها ولو خسرتها هعمل ايه عشان عوضها كل ديت بلانز لازم تققى في دماغك طب ايه الفرق يا دكتور حساب بين المخاطرة المحسوبة والمخاطرة الغير محسوبة وهل الانسان اللي بيحب ياخد المخاطرة ديها افضل اكيد طبعا بس المخاطرة المحسوبة روش المخاطرة بس ايه الفرق بص يا عيمن انا قلتلك في اول كلامي دلوقتي ما بتكلم معاك انا نفسي حصلي كذا 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 بس انا كنت اخدت قرارات مكتش محسوبة كنتش محسوبة هو ده فرق هو ده الفرق قرارت مش محسوبة لان انا كنت زي اي حد داخل مشروع حاسبها حنعمل والناس كتتماشية زي الفل والدنيا كتتماشية زي الفل بقولك الكونتينرز تحطت على المراكب وطلعت طلعت فعلا وهي في البحر البلد اتقفلت يعني انت مت متخيل بلد اتقفلت عمرك في حياتك ما تحسبها كده بس احسب انك هتخسر بس امكان زي ما تكلمنا ان يمكان الحاجة الصعبة الوحشة الخسارة الجامعة دي هي اللي خلت النهاردة دكتور حسام يكون واحد من افضل الناس في مجال الكوتشنج والعلاقات الانسانية الاسرية حباي مشاهدين يعني انا بشكر دي في ديف الحلقة بتاعت غير الناس دكتور حسام دي ودار على الكلام الجميل والنصائح لحلقة تتهالنا النهاردة وان شاء الله بإذن الله نكون معاكم دايما في علاقات جديدة نستفيد ونلف ونشوف ايه الاخبار و ايه المهارات و ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان ننجح في حياتنا ونخلي حياتنا افضل و افضل و افضل استودعكم الله واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة اللي جاية و مع السلامة اشتركوا في القناة